اشتركوا في القناة وضيوف حلقتنا اليوم في الفقرة الأولى هم أعضاء القائمة المشتركة للتعايش في نتسيرة عاليد الدكتور شكري عباودي والدكتور رائد غطاس والمحاسب حبيب عودي وجميعهم من القائمة العربية المشتركة للتعايش في نتسيرة عاليد بداية أهلا وسهلا شكرا لحضوركم لقناة وتلفزيون طبعا نبارك لكم الإنجاز الرائع الحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس بلدية نتسيرة عاليد وطبعا كمية هائلة من الأصوات ما يقارب 4400 صوت نبدأ بحوار مع الدكتور شكري عباودي بداية تحدثنا سابقا في البرنامج الذي كان قبل والدكتور تحدث أكثر مرة إذا تفرق الرعاة تجرأ الذئب سؤالي كانت هذه البوصلة طبعا الوحدة وإحنا دائما استعملنا داما التحالف في نتسيرة عاليد كتحالف ومثال لجميع التحالف التي نجحت فبالتالي سؤالي ليش التحالف في نتسيرة عاليد دائما نجح كيف ستطع تحافظوا على التحالف لماذا نجحتم عندما أخفق الآخرون كما أولا أشكر لكم هذه الاستضافة باسم القائمة وزملائي لتلفزيون هلا وأشكر المشاهدين الذين يشاهدون الآن تجربة نتسيرة عاليد هي تجربة رائدة تجربة بدأت قبل عشر سنوات عندما اجتمعنا وقررنا خوض الانتخابات بعد فشل سنة الالفين وثلاثة سنة الالفين وثلاثة كما يعلم الجميع قضت الانتخابات بثلاث قوائم متناحرة للأسف وأخفقت الثلاثة ولذلك وصلنا إلى نتيجة إذا تفرق الرعاة تجرأ ذيب وهذه المقولة صاحبها المرحوم الكاتد الدكتور حبيب بوليس عليه الرحمة وهو من كتب بيان البداية بياننا الأول في شهر تمانية الفين وثمانية أقمنا التحالف وفي مركزه ثلاث كتل أو حزبين وكتلة الحزبين هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطن الديمقراطي والقائمة المستقلة التي مثلت حي الكرميم وكانت هناك قائمة أيضا لم تتجاوز نسبة العسم في حينه في الفين وثلاثة اجتمعنا وقررنا أنه لابد من العمل المشترك والعمل المشترك يكون بتنازلات كله يجب أن يتنازل هنا وهنا ليس عن مبادئه لأن ما يجمعنا هو الشيء الأكبر على 90% من نقاط نحن متفقين قد نختلف هنا وهناك على مواقف خارج العمل البلدي وعليه اتفقنا أن نتفق على هذه القاعدة العريضة التي هي العمل البلدي وانطلقنا من هناك وكانت النجاح الأول سنة 2008 اللي فيه حصلنا على عضوين والولا شوية حصلنا على التالي وكررنا التجربة سنة 2013 وكانت نفس النتيجة أريد أن أؤكد أن في هذه الانتخابات 2008-2013 كانت انتخابات على الصراع الوجودي العربي لأن من كان في المواجهة ضدنا هو من ينفي وجودك ينفي حقك في الوجود والسكن في هذه المدينة التي قيمت عنوة على أراضي القرى والمدن العربية المجاورة وهذه السنة التجربة للمرة الثالثة نخوضها هي تجربة أيضا نوعية حيث وسعنا القاعدة بشكل كبير جدا بحيث يشمل أوسع ما يكون من قطاعات عرب المدينة لا ندعي ونقول أن وصلنا إلى 100% من تغطية المدينة ولكن وصلنا إلى أكثر من 85% ودخلنا قطاعات اجتماعية وشخصيات وطنية إلى حيز صنع القرار وأقمنا مجلس موسع مؤلف من 65 شخصية وانطلقنا وألفنا القائمة واخدنا الانتخابات وكانت النتيجة بارتفاع 1200 صوت عن المرة السابقة ما يقارب 4400 صوت وإذا قررنا هذا بالمدن المختلطة كلها أو بديش أقارن مدن المختلطة تعالوا قارن ما حصلنا عليه قيم الناصري مع القرى والمدن المحيطة بالناصري لم تحصل أي قائمة انتخابية على هذا العدد الكمي من الأصوات في خوضها الانتخابات المحلية لماذا لم تنجح هذه في مدن أخرى سنجيب لاحقا لأن تجربتنا هي تجربة فيها علاقات شخصية قوين علاقاتنا الشخصية علاقات حزبية راقية ليست تناحرية وإنما علاقات تهدف إلى خدماتكم هذا سؤالي بتالي دكتور إراد غطاس يعني ممكن العلاقات الشخصية الطيبة بين أعضاء التحالف عندكم أيوش يعني في الناصري هو سبب نجاح هذا القائمة يعني يمكن بهذا السبب نجحت وتحفظ على التحالف لأكثر من مرحلي بينما أخفك كثير محلات يعني الأحزاب نفس الأحزاب الجبهة وتجمع في كل محل المفروض نفس المبادئ ونفس الأراء فالسؤال كيف عندكم نجاح ومحلات تانية ما نجاح طبعا العلاقات الشخصية فيها لتأثير أنا براي يعني هي واحد من أسباب النجاح والسبب الآخر اللي بفكر كمان له أهمية كبيرة في الموضوع إن حولنا القائمة من قائمة تحالفية بين أحزاب أو بين أشخاص أو بين كتل إلى قائمة السكان العرب في نتسير التهديد مأسسنا هذه القائمة ولم نأخذ فيه عن الاعتبار هو أنه هذا مندوب لهذا الحزب وهذا مندوب لهذا الحزب مع مر الزمن تحولت إلى مؤسسة كاملة لها مؤسساتها لها سكرتاريا اللي هي المكتب التنفيذي للعمل اليومي اللي هو كمان برافق عمل أعضاء البلدية وأكبر منه مجلس عام الذي ينتخي بالسكرتاريا فمع مر السنوات تحولت القائمة إلى قائمة جميع السكان العرب ونحن اليوم نستطيع أن نقول بكل فخر واعتزاز أننا نحن الممثل الوحيد والشرعي للسكان العرب في مدينة نتسيرتيريت وليس هذا فقط بعدد الأصوات وإنما فعلا لأننا نمثل السكان العرب هذا من ناحية من ناحية أخرى يعني نجاح القائمة كان أن السكان العرب في نتسيرتيريت رأت في هذه القائمة أنها تحمل أمانيها وتحبل تطلعاتها وطرحنا في برنامجنا أن هناك حقوق فردية وحقوق جمعية لسكان العرب في نتسيرتيريت وقمنا بمعالجة هذه الحقوق وضد سياسة التمييز التي انتهجتها البلدية أمام السكان العرب دخلنا إلى أرواقة البلدية في دخولنا إلى أرواقة البلدية أثبتنا نفسنا في العمل البلدي شفنا نفسنا أننا ليس أوطى ولا بأي شكل من أعضاء البلدية الآخرين ولا من رئيس البلدية السابق الذي حاوله يتعامل معنا بشكل عنصري نظرنا إليهم بمستوى العينين دخلنا إلى اللجان العامة في البلدية دافعنا عن الحقوق الفردية للمواطن والساكن العربي من أرنونا ومن حقه في رخص البناء ونشاطات الثقافية وأيضا نعضلنا من أجل الحقوق الجمعية للسكان العرب في أننا دخلنا البرامج الثقافية إلى المراكز الجماهيرية طلبنا بإقامة المدرسة العربية التي ما زالت على برنامجنا وممكن أن ندخل فيها بشكل تفصيلي كل هذا البرنامج المتكامل الذي يحمل تطلعات السكان العرب في نتسيرة عيليد فرض احترامه على السكان العرب وهكذا كسبنا أيضا تأييد السكان العرب فعملية النجاح كانت في إلها وجهين الوجه الآخر هو العلاقة الشخصية وتسليس المعركة الانتخابية والحملة الانتخابية وتسليس وجودنا في نتسيرة عيليد من جهة ومن جهة أخرى أننا حملنا أمان الناس وطرحناها كلها في برنامجنا وفرضنا احترامنا على السكان العرب اللي شافوا فينا أن المثل الوحيد الهن والشرعي وهذا ساعد في تماسك القائمة والاستمرار في العمل نعم سيد أنا أريد أن أضيف على كلام من الدكتور رائب أنه الالتفاف للمواطن العربي حول القائمة المشتركة لم يأتي من فراغي المواطن العربي هناك تمييز ضد المواطنين العرب في نتسيرة عيليد شتى المجالات الحياتية إن كان بالخدمات إن كان بتطوير البنى التحتية بالثقافة بالمدارس بالتعليم بجميع المجالات ونحن في السنوات الأخيرة استطعنا أن نحقق إنجازات عديدة في الخمس سنوات الأخيرة وأكثر في السنتين ونص الأخيرة استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات لكن أنا أعيد وأكرر في كل مرة أن الإنجاز الأكبر الذي استطعنا أن نحققه هو أن استطعنا ولأول مرة في تاريخ نتسيرة إليت يتم تعيين دكتور شكري نائب عربي وهذا إنجاز تاريخي فعلا لأن هذا الإنجاز يقول أنه نحن خرجنا من المعركة الوجودية وأثبتنا أنفسنا في نتسيرة إليت فرضنا أجندة على متخذي القرار في البلدية نقول فيها نحن مواطنين متساوي الحقوق نحن لا نبحث فقط عن البنى التحتية والتطوير نحن نريد أن نكون شركاء في هذه المدينة ويحق لنا السكان العربين في نتسيرة إليت يشكلون ما يقارب 30% من السكان يحق لنا الحق في التعليم يحق لنا أن نكون شركاء في اتخاذ القرار وهذا نجحنا في إدخاله في الفترة الأخيرة سألت رشك من خلال هذا المنصب اللي كنت فيه استطاعت تساعد المواطنين تنهط في مشاريع معينة يعني المنصب اللي كنت فيه فعلا ساهم في النهوض في منطقة نتسيرة إليت ومواطن العربي قبل أن أجيب على هذا السؤال لا بد من بعض الحقائق لن أطيل ولكن أقول أن القائمة المشتركة الدكتور رائد وأنا عشر سنين في المجلس البلدي الأستاذ حبيب خمس سنين إحنا بخلال هذه الفترة سبع سنين مرت سبع سنوات عجاف كانت القائمة المشتركة في صراع سياسي تصادمي مع إدارة البلدية وهناك إمكانية التأثير كانت عندما دخلنا الائتلاف وإدارة البلدية وكان ذلك في شهر حزيران 2016 بانتخاب الرئيس بلوت لرئاسة البلدية مقابل نهج الرئيس المخلوع شمعون قابسو وجماعته يعني هون كانت نقطة التحول هون كانت نقطة التحول هناك أقرت القائمة دعم الرئيس بلوت على فكرة الرئيس بلوت دعمناه كمان سنة 2008 وفشل فيه حين 2016 نجح بفارق 62% إلى 38% وكان هذه بداية نقطة التغيير وطرحنا أن تأثيرنا يبدأ بأن نكون شركين متساويين في إدارة البلدية ومن هنا دخلنا البلدية ولأول مرة في داخل البلدية يكون نائب رئيس البلدية بصلاحيات قسم الهندسي وعربي رئيس لجنة الصناعة والتجارة دكتور رائد عضو فاعل جداً في لجنة الثانوية للتقطيط والبناء الأستاذ حبيب عودي أدخلنا مندوبين لما نسمون ديريكتورم عضاء إدارة في مينوعم أو ما نسمى تأجيد همايم وأدخلنا أضوين فاعلين مع رئاسة لجنة في الشركة الاقتصادية والشركة الاقتصادية ذراع اقتصادي مهم جداً في أي بلدية للأسف هذه الشركات غير موجودة في وسطنا عربي أو تكاد تكون غير موجودة وهي ذراع قوي جداً وأدخلنا أيضاً ممثل في شركة المراكز الجماهرية هذا بالإضافة إلى رفع نسبي كبير جداً مضاعفة العاملين العرب في سلك العمل في داخل بلدية من 17 ل54 من أصل 400 وهذا بحد ذاتي خلال سنتين ونحن نطمح أن نصل إلى أن تكون نسبتنا من العاملين بحسب نسبتنا من السكان هذا كله على ناحة ناحة الثانية أنه هناك في وظائف هي وظائف مفتاحية وظائف جدية جداً نائبة مهندس البلدية وهي مسؤولة عن تنفيذ المشاريع والتخطيط وهي مقربة جداً والرئيس بركين عليها كثير كانت بدعم وتأثير منها إدخال عاملات اجتماعيات في كل قسم تدخل المواطن العربي يشعر بارتياح لأن هناك من يتكلم لغته ومن يجيبه هذا بالإضافة أن هناك لدينا مكتب وسكرتيرا في داخل البلدية فقط للتنويه هناك من شهر من 1-7-2016 لـ 15-8-2018 عولجت 274 حالة توجه لمواطنين عرب قدرنا ننجح في إحقاق حق المواطنين بـ 74% من الحالات التي عالجناها وهذا بحد ذات وإنجاز هذا ما كنا نحلم فيه لو لا أن يكون هناك أن ندخل جزء من الإدارة ونحكي الإشي لإلنا وإلينا إدارة البلدية كانت متعاونة بشخص الرئيس وهذا استعمل في بعض الأحيان صالحنا وفي بعض الأحيان غير صالحنا في فترة الانتخابات رئيس رونين بلوت كان لدينا في البرنامج وأثنى ومدح العلاقة بشكل شخصي مع الدكتور شكري ومع الكائم المشتركة وطبعا أعطى نوع من التزام للشراكة والعلاقة المتينة والكوية بين المواطنين العرب في نتسيرة عليت وطبعا أحكى أنه سيكون استماري سؤالي في فترة الانتخابات شعرنا أنه في نوع من التوتر توتر صغير بين القائم المشتركة أو ربما رئيس البلدية ربما لأنه مغازلته أثرت على نوعا ما تصويت للقائم المشتركة هل كان هكذا؟ والسؤال مستقبلا توقعاتكم هل راح تكون جزء من الإتلاف المستقبلي وتعيد الأمور لأن وجودكم في الإتلاف مهم جدا لرسيدة وكمل إنجازات أولا أخي فاخر نحن نعمل أن نكون جزء من إدارة البلدية وقد أكد الرئيس في أكثر من اللقاء أنه يريد استمرار هذه الشراكة ونحن نفهم ماذا وراء الكلمات أن هذا الرئيس أيضا سيترشح سنة 2023 وسيكون هناك مرشح آخر من الوسطة اليميني الأكثر يمينية داخل هذا المجتمع في نتسيرة عليت والصوت العربي هو الصوت المقرر وبالتالي السياسي الذكي ينظر أيضا بخمس سنوات قادمة وليس لليوم نحن نريد أن نكون لاستمرار هذا الإنجاز هذا من ناحية نعم كان هناك توتر كان هناك توتر لأنه كان هناك هجم على الصوت العربي استغلال الحكم المركزي استغلال فيديوهات كثيرة جدا من الوزراء استغلال فيديو مؤثر جدا لرئيس الوزراء نتنياهو من داخل سياراته يتوجه إلى المواطنين في نتسيرة عليت ويصل إلى 200 ألف مشاهدي تخيل أن كل المدينة تشاهد وهذا أثر على رفع نسبة تصويت من 50% طول حياتها في نتسيرة عليت في الوسط يهدي إلى 63.5% 13.5% خلوا المقياس للكرسي الواحد ينط من 950 إلى 1396 فبالتالي دكتور يعني هذا المنع أن تحصل على أربع مقاعد يعني نسبة الأصوات حصلت عليها أكثر بألف ومتين صحيح أولا قضية زيادة الأصوات للمقعد الواحد من 1050 إلى 1400 حسب حساباتنا وحسب حتى حساباتهم وحسابات الرئيس كانت المرة الماضية كانت نسبة التصويت العامة في المدينة 45% وقبلها بسنة لما كانت يعني الانتخابات التبعة العضوية والرئاسية قبل خمس سنوات وصلت 47-48% فكان متوقع بوجود مرشح واحد للرئاسي المنطق يقول أنها تنخفض نسبة التصويت ولكن هو الرئيس بلوت عمل المستحيل من أجل رفع نسبة التصويت زي ما حكى زميلي الدكتور شكري جند من نتنياه والوزراء وبجميع اللغات بالروسية وفقط بالعربية لم يتكلموا الوزراء دعوا السكان للتصويت الخروج للصناديق من أجل إعطاءه كمان خمس سنين حتى زيد بالإنجازات وبالتطوير ولكن أريد هنا أن أنوه لقضية هامة سألت أنت ليه بدوا إيانا إحنا في الإتلاف وأنا أستطيع أن أجيب على ذلك ليسا فقط زي ما حكى الدكتور شكري هاي مهمي أنه بتطلع إلى 2023 وإنما لأنه أثبتنا له أننا نحن الممثلين للسكان العرب في المدينة ومن يريد أن يتكلم مع السكان العرب في المدينة يجب أن يتكلم من خلالنا نحن الممثلين الشرعيين للسكان العرب طبعا لأنه أراد أن يقتنس الكثير وسألت عن التوتر اللي كان أراد أن يقتنس الكثير من الأصوات العربية وحلم باقتناص أغلبية من أصوات السكان العرب وخاطب السكان العرب بما أني أنا بجيب لكم الميزانيات وبما أني أنا عم بحاول أعملك مشاريع فلماذا لا تصوتون لي ولي قائمتي للعضوية هكذا خاطب السكان العرب ولكن السكان العرب أبدو وعي سياسي بالتفافهم حول القائمة وأعطوه يمكن أكمل صوت زيادة أدوما كانوا يعطوه القوائم الصهيونية الثانية فنحن أغلبية حاصلنا على أغلبية السكان العرب لذلك نحن الممثلين الشرعيين للسكان العرب وهو طبعا معني يعني مع كل إيجابية هو معني في كيبول وشلون بايت سلام بي مع السكان العرب لأنه وإحنا الممثلين للسكان العرب فمن الطبيعي أن ندخل إلى الإدارة وأريد أن أضيف بس قضية واحدة أنه حتى قبل ما ينتخل ببلوت إحنا حققنا إنجازات للسكان العرب مضبوط كانت سنوات عجاب زي ما حكى الدكتور شكري أنه ما كناش في الإدارة ولكن حتى من خلال صفوف المعارضة من خلال وجودنا في اللجان وطرحنا لمشاريع من أجل السكان العرب في بعض الأحيان حتى ترأسنا اللجان بأصوات المعارضة لأنه في فترات معينة كانت المعارضة أغلبية ضد الرئيس السابق قابسه وستطعنا من خلال العمل في هذه اللجان ورئاسة هذه اللجان أن نحقق العديد من الإنجازات للسكان العرب كيف سيد حبيب اليوم بتكيم دور كل إعلامي في حث المواطن العربي ورفع الوعي العربي أن يشارك في الانتخابات طبعا إحنا ابتدأنا الحملة الإعلامية من قبل بشهر من موعد الانتخابات ولكن بدأنا التحضير من قبل ثلاث أشهر للحملة الانتخابية كان في حملة انتخابية توجهنا كان طبعا خطاب سياسي توجه خدماتي للسكان العرب الشيء الأساسي هو أن نحن نخدم السكان العرب بدون أي مقابل نحن نعمل طوعا وتطوعا وهذا واجبنا هذا يعني ثقة منحونا إياها السكان العرب وهذا واجبنا بخدمة السكان العرب في المدينة أنا أريد أن أنوه هنا أن رونين بلوت أيضا توجه للسكان العرب وطلب أصوات للعضوية وهو حاول اختراق الشارع العربي لكي يقول أن أنتم لستم بحاجة للقائمة المشتركة يمكنكم التوجه إليه بشكل مباشر وكما تحدث دكتور رائد رونين بلوت سقط في هذه المعركة فهو لم يحصل على ما أراد وهو يعلم أنه لم يستطع أن يخترق الشارع العربي كما أنتم نجحتم أيضا في حث المواطن نجاحنا سقوطه في الشارع العربي أغلبية السكان العرب قاموا بالتصويت للقائمة المشتركة ودعمونا ومنحونا الثقة الكاملة نحن سنعمل في السنوات القادمة على اكتساب ثقة أكثر وحسس سكان العرب على التصويت بشكل أكبر نخرج لفاصل كصير أعزائي المشاهدين فاصل كصير ونعود إليكم عدنا إليكم أهلا بكم ديبتور شكر عباودي خلال الحمل الانتخابي طبعا تماما نتساعدت مثل كثير مدن مختلفة طبعا لم تسلم من الدعايات التحرضية وكان عندك أكثر دعايات موسيقى بحق المواطن العرب سؤالي كيف تعاملتوا مع هذه الأمور لأي مدى كان الشيء صعب في نتساعدت أنا أقسم الدعايات المعادية للعرب ليست فقط الموسيقى وإنما المعادية إلى مجموعتين دعاية البيت اليهودي في قائمته تيت بيت ودعايته لا تقل عنصرية عما كان من دعاية في الليد والرملة من تصوير اليهوديات بالجلباب وكأن هذا سيحدث مع ابنتك والأخري والتي سقطت بعد تدخل باستشار القضاء والغياد ودعايات أخرى استعملت من قبل قائمة الرئيس القسم الأول هي التيت بيت أو البيت اليهودي والاتحاد الأحزاب اليهودية معهم الذين على فكرة حصلوا على مقعد واحد في داخل المجلس البلدي استعملوا كل وزراء البيت اليهودي الذين حتى زاروا صناديق الاقتراع يعني سموتريتش أجع على بعض المدارس وعمل جولي عليها وكان هناك أمام كل صندوق يجيبوا أطفال بأمر الورد يعني أطفال من صف أول لسادس يلبسوهن الأورنج ومع السوالف معناها ويمشوا ويطلع الرابي يحكي نترات عليت يهودية نترات عليت له عرافية واستضمنا في أكثر من موقع معه بلقاشات حادة ولكن لقاشات مش بالأيدي وفي بعض الأحيان كانوا يتراجعوا وفي بعض الأحيان ينزووا جانبا لكننا فرضنا وجودنا وبقوة هذا الشعار تبناء اليمين الفاشي المتبثل بهزب البيت اليهودي في داخل الحكم المركزي الدعيات الثانية أو المجموعة الثانية مجموعة استعمال وزراء اليمين وزراء الاعتلاف بفيديوهات مسجلة موجهة إلى المواطنين العرب عبر الأجهزة النقالة بمشاهدات بعشرات الألاف من تسع وزراء وعضاء برلمان إلى المواطن اليهود حتى هيرتسوك ممثل حزب العمل اللي أجد توجه كمان بيدعو الناس إلى التصويت إلى رونين بلوت بشنيب تاكيم التصويت له ولقائمته إلى الرئاسة هاي كل مجموعة والمجموعة الأنكة من ذلك هي التوجه الذي توجه به رئيس الوزراء نتنياهو من خلال سيارات توجه إلى أكثر من رئيس ولكن خصص رونين بلوت لماذا نتسيرة هليت؟ لأنه رأوا أن هناك إمكانية أن يحدث تغيير وازدياد ملحوظ في التمثيل العربي في نتسيرة هليت إذا لم نذهب على البلاتفورما اللي بتقول أنه بآخر عشر معارك انتخابية نسبة التصويت في المدينة بحدود الـ 50% ونسبة التصويت العربي بحدود الـ 60% فكيف يمكن كسر هذا عن طريق إخراج المواطن اليهودي إلى الصندوق واستطاعوا ونجحوا في ذلك بأن خرج 63% من المواطنين عامة وبالأساس الوسط اليهودي وبالأساس المتدينين والمتزمتين يعني ساعة عشر الصبح كنت تشوف طوابير من الختيارية والختياريات الروس والمجموعة الاثنية الأخرى التي تقف أمام الصناديق بتشوف 10% تصويت اليهودي و3% نعم دكتوري نبدأ نتكلم معك لموضوع تركيبة الأهالي والسكان في نسيارة عليت ولا ماذا أنتم تتواصلوا مع السكان في نسيارة عليت يعني لأنه لحد اليوم برضو اسمعنا أنه في حارات لحد اليوم اللي في بتعاني من نوع من التهميش نوعا ما في الميزانيات وفي حارات اللي بحاجة لمساعدة في نسيارة عليت سؤالي لأي مدى فعلا التركيبة هناك معروف لأي مدى أنتم بتتواصلوا مع السكان في نسيارة عليت شوف التركيبة السكانية للسكان العرب في نسيارة عليت ممكن تقسيمها لأربع مجموعات المجموعة الأولى هي السكان الأصليين اللي كانوا حي الكراميم اللي كان قبل إقامة مدينة نسيارة عليت أقوموها بجانب هذا الحي وعمليا هذا الحي نضم لإلها هاي أول مجموعة السكانية اللي كانت قبل نسيارة عليت وإحنا قلنا نسيارة عليت جاءت إلينا وليسا نحن من جئنا إلى نسيارة عليت القسم الثاني هو الأساسي والأغلبية هن السكان اللي هاجروا أو إجوا لنسيارة عليت من القرى المجاورة ومن مدينة الناصرة نتيجة للضائق السكانية هناك أزواج شاب تتزوج عائلات تتفرع ولا يوجد مباني للأزواج الشاب لا يوجد توسيع لمسطحات البناء فلاقوا ملاذ لهم في نسيارة عليت في استئجار شقة أو اقتناء اقتناء أو شراء شقاق في نسيارة عليت القسم الثالث هو القسم الذي بحث عن جودات الحياة يعني لاقوا في نسيارة عليت كمدينة عصرية ممكن يلاقوا فيها مكان ملاذ لهم أن يعيشوا بهدوء في مدينة فيها باركات فيها شوارع واسحة إلى آخر والقسم الرابع وهذا قليل ما نذكره هو قسم ضعيف جدا اللي هو عبارة عن أمهات وحدات أو رامل أو يعني معيلات وحدات لعائلات اللي إجوا بعيدا عن القرى وعن التدخل العائلي في ناتسيرت وهذه الفئة هي فئة ضعيفة وبحاجة إلى مساعدة اجتماعية ونحن نوليهم أيضا اهتمام في المساعدة عن طريق قسم الرفاه في البلدية فعمليا هاي الأربع مجموعات اللي إجاب ولكن هاي المجموعات مفرقة على ناتسيرت ونحن نعرف أنه مساحة ناتسيرت على فكرة التي قيمت ونذكرها دائما على أراضي عربية مصادرة من الناصرة والقرى المجاورة للكفركنة والمشهد وعنماهل والريني هي مدينة كبيرة جدا من ناحية مساحة 35 ألف دنوم مساحتها بينما الناصرة 15 ألف دنوم نخيل الفرق وعدد سكان الناصرة 70 ألف أو 80 ألف ما يتجاوز بينما ناتسيرت أقل من 50 ألف الكثافة السكانية فعمليا هذا يصعب علينا أيضا التواصل مع السكان العرب في مدينة ناتسيرت سؤالي سيد حبيب من ناحية توزيع الناس يعني من نحكي الحديث بس عن حارة واحدة لسكان العرب والحارات هي مختلطة طبعا حي الكرميم كما ذكر دكتور ريد أنا أيضا أمثل حي الكرميم ومثل كل السكان في ناتسيرت حي الكرميم هو الحي الذي كان قبل ناتسيرت هذا الحي يوجد به تركيز عربي كبير جدا 99% أو حتى أكثر يعني من السكان العرب هذا الحي بشكل بشكل خاص يعني كان هناك تمييز عنصر ضد هذا الحي هذا الحي مهمل مهمش حتى يعني حتى الآن يوجد هناك ما يقارب 80 بيت في هذا الحي في اللات غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي يعني هذا شيء لا يعقل هذا شيء لا يعقل في ناتسيرت حي يكون بهذا يعني الإهمال شوارع قمنا يعني هذا السنة برصد ميزانية مليون ونوص شكل لاستكمال شارع 15 سنة الناس تدخل بشارع غير معبد إنارة في هذا الشارع ميزانية 450 ألف شكل يعني للإنارة في شارع يدعى شارع سحلب أيضا 10 سنة وضع 15 سنة يعني الناس تسكن بدون إنارة يعني هذا الشيء مشحف يعني السكان بشكل عام يتهموننا بأننا يعني نقوم بتركيز جهودنا في حي الكراميم ولكن نحن نقول أن حي الكراميم يمكن أن نرى هناك الإنجازات بسبب أن هناك كان إهمال إهمال يعني مطقب هم هذا الإهمال في نقاط ضوء مستقبلا لحي الكراميم يعني هل رح يكون هناك تصليح لهذا الحي طبعا طبعا نحن يعني في الدورة الأخيرة قمنا بإنجازات تزيد عن 4 أو 5 مليون شكل فقط في حي الكراميم ليس لأننا نحن نعمل فقط من أجل حي الكراميم ولكن لأنه فعلا هذا الحي مهمل بشكل بشكل استثنائي نعم دكتور شكرا عفهم لأن تكون معك الموضوع المدرسي بهمني طبعا موضوع المدرسي كثير نذكر وتحدثت عنه كثير أنه رح تكونوا باستبيان معين أو استطلاع معين لا بدش نسبة الناس اللي رح تشارك في هؤلاء لا بد من ملاحظة صغيرة حاول أن 75% أو 78% من العرب يسكنون في أحياء مختلطة وربع السكانة وقل شوية يسكنون في الكراميم فإنجازاتنا في الأحياء المختلطة أي إنجازات أو إنجازات البلدية وأنا عن جزء من الإدارة أي إنجازات تعود بالفائدة على المواطن العرب الذي يقتلغان ونريد أن نؤكد أن الأحياء الجنوبية ومنطقة راسكو يأحياء مهملة ووضع السوتسو أوكانوميا الاقتصادي الاجتماعي ووضع منخفض جدا ونريد أن نؤكد أن هناك حوالي ألف مصوت عربي لا ينتمون إلى التفكير السياسي الوطني القومي وإنما هناك مشتاب هناك تسدلنكم وهناك وهناك هناك كل هذا يجب أخذه بعين الأعتبار وهذا أكيد موجود في مدن وقرأ أخرى مشتركة ولكن في نتسير يأخذ طابع خاص بالنسبة للتعليم التعليم هو حق أساس في هذه الدولة لسنا نحن الثلاثة الذين أقمنا قسم التعليم العربي في وزارة المعارف الإسرائيلية قسم التعليم العربي في وزارة المعارف الإسرائيلية نحن مواطنين ندفع التزاماتنا الكاملة من الأرنون والضرائب ومن حقنا الحصول على ما نستحقه من عائدات لذلك وعلى رأس ذلك الحق بالتعليم الحق بالتعليم يبدأ بأن يتعلم ابني وابنه وابنته في المدرسة التي تقام في تلك البلد التي ندفع استحقاثنا الضريبية وعليه طالبنا بمدة سنوات طويلة بالحق بالتعليم وكانت أصواتنا في كثير من أهلات تذهب بنضال صراخ وإلى آخره ومحاكم إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالتعاون مع الأهالي الذين تنظموا باستجواب ومحكمة والوصول إلى محكمة وهناك كانت مع جمعية حقوق المواطن وجمعيات الغير حكومية إلى أن وصلنا بإقامة لجنة مؤلفة من تسع أشخاص خمسة أرب واربع يهود برئاسة رئيس البلدية ونيابتي هناك كنائب لرئيس البلدية وتمثيل من الممثلي الأهالي وممثلي الجمعيات ووزارة المعارف والنقابات والآخره وصلنا إلى صيغة مشتركة لاستبيان أو استطلاع للرأي أوقف كما ذكر زميل الدكتور رائد بسبب توجه المستشار القضائي للبلدية ولمزارة الداخلية لأنه قد يعد فترة انتخابات ولكنه سينطلق الآن وسيتوجه إلى كل بيت عربي في نتسيرة والسؤال المركز هو إذا أقيمت مدرسة عربية هل مستعد تعلم ابنك الجواب نتوجه إليكم إلى مواطنين عرب نتسيرة يجب أن يكون جواب بنعم لأن الكمية التي نريدها أن نحصل على 500 طالب عربي مستعد أن يتعلم سنبدأ مباشرة في مرحلة تخطيط وبعدها مرحلة البناء لهذه المدرسة لماذا المدرسة؟ المدرسة هي لبناء مجتمع هي مأسسة الوجود العربي حتى الآن الوجود العربي في نتسيرة أليد هو وجود مضبوط طوعي نحن اخترنا أن نكون هناك ولكن نحن نعود إلى بيوتنا بعد أعمالنا معظمنا يعمل خارج البلد تعليمنا نتلقى في الناصر والريني والمحلات المجاورة ولكن عندما تقوم هذه المدرسة تكون هناك لجنة أباء لجنة أولياء أمور لجنة طلاب الأهالي ستلتقي في ضل هذا الجهاز التربوي نحن نريد أن تكون مدرسة رائدة من ناحية نوعية ومن ناحية الأكاديمية بحيث تكون لا تقل جودة عن أمريكان وماريوسف بن ناصري لكي تكون جاذبة لهذه الطلاب ونعمل على بناء المؤسسة المجتمعية ولكن هناك من يسألنا أو يحاول لنعمل الباب والعربية يريد مدرسة بكرة بدين جامعة بكرة بدين كنيسة نحن نريد ونؤكد أنا نريد أن نتعلم نريد إقامة المدرسة وهي الطلب المركزي المطروح الآن لألا يتجرأ أي عنصري وضع اسم الجامعة والكنيسة لكي يكون محبط لإقامة المدرسة نحن لا نطرح هذا المدرسة ما ستكون على سلم أولوياتك طبعا خلال الفترة القريبة قضية المدرسة هي أهم شيء في جدول أعمالنا وعلى سلم أولوياتنا أريد أن أضيف بالنسبة للمدرسة هناك 2600 طالب تلميذ اليوم يضطرون إلى الدراسة في الناصرة والقرى المجاورة بالأساس في الريني وكفركاتنا قسم في علماه الأليل بس بالأساس الأغلبية في الناصر قضية المدرسة هي حق لنا وفيش أنها أدنى شك أنها ستقوم لذلك أكرر أن نتوجه للأهالي بالتجاوب الإيجابي مع الاستبيان الذي سيكون وأريد أن أنوه إلى قضية هامة أنه هن بدون إيانا نستعمل نتسيرة عريض كفندق يعني أولا هن يريدون نتسيرة عريض يهودية صرفة بدون عرب ولكن إذا أتى العرب للسكن في نتسيرة عريض يريدون أن نتصرف فيها كنزلاء فقط من نام وتاني يوم من روح على قرانا وعلى مدينة الناصر نمارس هواياتنا وثقافتنا وتعليمنا وتعليم أولادنا في هذه القرى وفي مدينة الناصر المجاور نحن نريد تغيير هذه المعادلة ونجحنا حتى الآن في تغيير معظم هذه المعادلة أولا بانتخاب ممثليننا للبلدية وثانيا بفرد ثقافتنا في المدينة يعني طرحنا برنامج ثقافي في المراكز الجماهيرية خصصنا ميزانية خاصة من البلدية للاحتفال في أعيادنا في ميزانية خاصة في عنا ما يسمى بسوق الميلاد كريسمس ماركت مع حفلة عامة ندعي فيها السكان وخلال النهار ألعاب للأطفال مع بابا نويل وإلى آخره في شهر رمضان نقيم أمسية رمضانية في عيد المرأة العالمي وكل ذلك بميزانية من البلدية بدخول مجاني للسكان العرب في نتسيارة الإليد فلذلك عمليا نحن طرحنا أيضا في المراكز الجماهيرية دورات تعبر عن ثقافتنا فالمدرسة هي أيضا قضية هامة جدا التي ستقوم في القريب العاجل وهي مهمة أيضا من أجل زي ما حكى الدكتور شكري هي لبناء يعني هنا بحارب المدرسة مش بس أنه بدونه شيئانا لأنه بيعرفوا أن المدرسة هي ستساهم في إقامة مجتمع متكامل في المدرسة فيه بيكون لجنة أولياء أمور طلاب بيكون لجنة طلاب بصير علاقات بين الأهالي بيكون هناك تركيب مؤين لمجتمع متكامل عربي في نات سيرة عليت لذلك حربوا في السابق قضية إقامة المدرسة فالمدرسة هي قضية مهمة في بناء المجتمع العربي في نات سيرة عليت نعم سيد حبيب عودي نعم ما أقول يعني نحن نطبح الآن بتأسيس مجتمع في نات سيرة عليت يعني اليوم بعد أن ثبتنا أقدامنا في البلدية وفي المجلس البلدي وفرضنا الأجندة التي نقول فيها نحن متساوي الحقوق اليوم حتى موظفي البلدية اليهودي تعاملون مع المواطن العربي بشكل مختلف لأنهم يعلمون أن هناك نائب عربي وأيضا أعضاء أعضاء مجلس بلدي عرب وهم يتابعون كل شيء يقوم به أي موظف في البلدية إن كان يعني يتصرف بشكل عنصري مع المواطن العربي نحن الآن خرجنا من موضوع الخدمات طبعا سنعمل على موضوع الخدمات ولكن هدفنا الأساس هو بناء مجتمع عربي في نات سيرة عليت برأيي سيكون في سلم أولواتنا يعني في الفترة القادمة نعم دكتور شيك بدأ أسألك عن موضوع التغيير اسم من نت سيرة عليت يعني هذا الاشي كان في العنوين فترة الأخيرة شو السبب في ذلك باعتقدت نت سيرة عليت كما يعلم الجميع أقيمت سنة 1956 بالفرمان من حكومة إسرائيل وعلى بلسان رئيس وزرائها أنا ذاك بن قريون والهدف كان تهويد الجليل عندما مروا بالجليل ورأوا كأنه موجود في جنوب سوريا كما صرح فيه حين وريد أن بلشوا صادروا من الأراضي تحت القرى والمدن وأقاموا ما سمنا إحنا العرب شكون اليهود إحنا كان في جرقون في منطقتنا اسمه شكون اليهود كانت هناك العمرات الطولية زي بساطة إيقد لصاف جنب بعد ويسكنها المهاجرين اللي بسمون القادمين الجدد إننا نسمي المهاجرين إلى أرض بلادنا من رومانيا والمناطق شرق أوروبا وكانت هذه الهجرة الأولى بعدها تحول الاسم إلى كريات نتسيرت أو ضاحية الناصرة يعني ضل طول الوقت فيه ارتباط ومن ثم تغير الاسم إلى نتسرات إليب أريد أن أقول أن قضية تغيير الاسم هي ليست بنت اليوم شمعون قبسه سنة 2008 في برنامجه الانتخابي كتب أنه يريد أن يغير اسم المدينة كديشيلوته هي زكاة لنتسيرات عربيت يعني حتى أرياف صرح ولكن هذا كتبوا في داخل برنامجه وجابوا إلى المجلس البلدي وأخفنا في عنا في كل مجلس بلدي زي بكل البلديات في فعادات شموت أو لجنة أسباء وإننا تمثيل فيها وقامت الدنيا وقعدت وصارت صراخ ودنيا أنه على التوجه الأنصري ليست القضية يتغيير الاسم القضية هي التوجه الأنصري لأن الفحوة في داخل هذا الطرع هو التوجه معادي للعرب وسقط هذا المشروع وتقادم مع الزمن كما تقادمت ملفات الفساد ضده وجاء هذا الرئيس ولم يطرح هذا في برنامجه وقرأ برنامجه وأنت اطلعت عليه لم يطرح قضية تغيير الاسم ولكنه قبل أربعة خمس أيام عمل اجتماع كبير للناشطين على فكرة شغل 1200 ناشط في الانتخابات بكميات ميزانيات هائلة من هذه الناشطين هناك حوالي خمسة من الناشطين العربي لدفعهم يعني بالأجار شغالهم وجاء واتصل بنا وقال أنا أريد أن أطرح موضوع تغيير اسم المدينة لك لا تفاجأوا ما رأيكم بالموضوع وكانت إجابتي واضحة إذا كان الاسم هو اسم كولاليني وليس به صفة عنصرية ولا يؤثر على التركيبة الديموغرافية ويعود على الأمان أو يجاوب الأمان الوطنية تبعاتنا ممكن ندرس الموضوع فماذا اقتراح كان هناك اقتراح أنه يريد أن يحافظ على كلمة عليت ويحافظ على النون فكان اقتراحه أن نسميها نوف عليت أنا أريد أن أؤكد بجملة أخيرة أن إذا كان الاسم يريد أن يصهن به المدينة ستقوم الدنيا وتقعد ولا نرضى بذلك أما إذا كان الاسم للطبيعة ولا آخره فنحن رأينا بالاسم هذا عبارة عن حردب قاعدة على ظهر الناصري اللي بيشحدوا عليها مصاري من أوروبا فبدناش غير الاسم شرط ألا تؤثر على وجودنا المطنية بلنس بدقيقة توجهك لأهل النصر نصر نصر يعني توجهنا للسكان العراب أنه الساعة نحن أمام مشروع إقامة المدرسة فلذلك مهم جدا 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 أنه يكون الجواب على الاستبيان نعم نريد أنه أبنائنا يتعلموا في مدرسة عربية في نتسارة العليد والالتفاف حول القائمة لأن القائمة هي تمثل أمان الأهالي وإحنا استمدينا قوتنا من ثقة السكان العرب فجدا نمتأمل أنه خلال الفترة القادمة إننا ما نخيب أمالكو إننا نستمر في خدمة السكان العرب لتحقيق الحقوق الفردية والجماعية للسكان العرب في نتسارة عليد سيد حبيبي عودة توجهك للمواطنين نتسارة عليد طبعا أنا أقول المواطنين العرب في نتسارة عليد أن نحن نمثل جميع السكان في جميع الأحياء نحن نعلم أن لدينا مشكلة التواصل مع السكان سنعمل في هذه الدورة على التواصل المستمر والدائم مع السكان العرب في جميع أحياء المدينة نحن نطمح ببناء لجان أحياء في جميع الأحياء من أجل التواصل ندعو السكان أن يتوجهوا إلينا بأي طلب نحن موجودين وهم يعرفون أين نحن موجودون وسنخدمهم ونتأمل أن نحصل على التقديم شكراً جزيلاً لحضوركم يعطيكم أعرفها فيه شكراً جزيلاً أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا عدنا إليكم أهلاً بكم وضيفنا في الفكرة الثانية النائب عساو فريج نائب حزب ميرتز في الكنيسة سيد عساو فريج مساء الخير شكراً لحضورك لقناة وتلفزيون أهلاً وسهلاً سيد فاخر دائماً بتشوك بنحب نيجا على هذا شكراً جزيلاً عزيزي يعني اليوم الانتخابات من ورانا طبعاً في كتير من الكرة والمدر العربية وطبعاً في بعض الكرة والمدر العربية سيكون فيها جولة ثانية كيف يوم سيد عساوي فريج أنت طبعاً ضريع في موضوع الانتخابات وتراكب الانتخابات عن كرب كيف تلخص اليوم الانتخابات في السلطات المحلية شوف أنا بدي أخذ الجانب الإجابي كل عملية التغيير وكل العملية الديمقراطية أنا بدي أطلع عليها من الجانب إنها عرص ديمقراطي والتغيير للأفضل ولكن لما الواحد يقعد بينه وبين نفسه ويتخيل ما مر علينا في مدن وكرة عربية من أعمال عنف وشغب وعدم تقبل النتيجة يعني المنافق دي يعني الأمور السيئة البسيطة بتضغع كل إيجابية الموضوع أنا بهذا السبب بدي أشدد على الأمور السلبية اللي يجب إننا نصلحها يجب إننا نلغيها إحنا موجودين في وضع يا جماعة الخير في ظل نظام ديمقراطي في ظل عملية انتخابات هذه الحياة يا جماعة الخير فيها رابح وفيها خسرات يعني أنت حسيت أن المواطن العربي فعلا بمارس حقه في انتخابات ديمقراطية لاختيار أفضل قيادات بتعلق كيف أنت بتطلع إليها من أي زاوية أنت فيه هناك مدن اللي هي مفخرة خذ عملية فيه مدن مفخرة اللي تقبلوا النتيجة والأمور مشت وعملية التغيير تمت أو عملية الاستمرار بالعمل تمت ولكن عندما ترى مثلا بلد زيتوبة الزنقرية صار فيها عملية تغيير المحامي وسام عمر تم انتخابه بعد فترة رئاسي طويل لأخونا أبو يوسف يعني لغاية الآن فيش استكرار شو دخل المجلس في المحلة تحركه شو دخل السيارات تحركها شو دخل كنابل الصوت تزدتها شو يا عمي وين احنا موجودين كل رأس مالها انه الناس اعطت ثقة لشخص وحملته مسئولية مش يعني يعني احنا بنقول عملية الانتخابات تكليف وتشريف تكليف اكثر منها تشريف شو اللي العنوان رئيس مجلس محلي اوكي عراسي وعيني شي فاخر شي محترم ولكن المسئولية الناس عطت مسئولية لليش كل اعمال العنف يا جماعة الخير احنا يجب اننا نكون مجتمع حضاري مهما يكون اليوم انت بكرة هو هيك العملية هيك الحياة مستمرة اذا ما يتحدث عن السبب يعني انتكلا هذا كيف السبب السبب المرشح نفسه يعني المرشح فيه جزء في هاي العمليات اللي بتصير المرشح ممكن يخفض اعمال العنف نسبة العنف السببب تبدأ بتبدأ في احنا كيف بنسمى العملية الانتخابية يسميها معركة انتخابية يعني حتى المصطلح الجيش بنجيبه على ساحة الحرب المعادلة بسيطة فاخر احنا في عندنا مرض المجتمع العربي وليس مرض المجتمع العربي في الداخل فقط انما مجتمع العربي اسمه مرض الحمولي مرض التعصب القبلي اللي بدأ من الجاهلية بروحه باختفي وبيجي بأشكال مختلفة هذا التعصب لازم نقضي عليه بكل ثمن نعم مهم من هالعيل تكون مع بعض مهم من ساند بعض مهم من كون حوالين بعض مهم لهشعر بألم بعض ولكن في فرق في صح وفي خطأ ان على الخطأ بديش اكون متكاتف على الصح بكون متكاتف من متابعتك سيدة ساوفريج يعني لكثير المدنك العربية باعتقد وحداما سأل السؤال انه هل رصيد المرشح بالتالي ممكن يكون سبب لاختيارهم جديد باعتقدك في الانوام العائلية والحمائلية ارجعنا ارجعنا لا خلينا احنا نكون واضحين في هناك مدن وقرة اللي الرصيد المرشح له دور ولكن نسبة النسبة في اتخاذ القرار قديش الها بناء على اعماله وتحصيله بتتروح من خمسة عشرة بالمئة مش اكثر وانما في اخر المطاف الوظيفة وتكسيم الكعكي هي اللي بتحسن الموقف هذا الموضوع يختلف من بلد لبلد يختلف من مدينة لمدينة يختلف ولكن نحن لسنا هناك في امور من خلال متابعتك الانتخابات سلطات محليس تفزتك اللي كنت تتمنى الانتخابات الجاي ما نشوفها شوف هاي الامور بتتكرر وتنعاد على نفسها من انتخابات لانتخابات اللي هي عملية الشد وعملية العنف هي هاي بسيط جدا هي هاي بتتكرر نفس الشيء انا عندما ازور كرة ازورت قدر من قرية وقدر من مدينة عربي بعد نتائج الانتخابات يعني انا كما اضو كناسي انا امثل طيار امثل حزب ميرت احنا في ميرت ادخلنا في الانتخابات ميرت اخذت رئاسة مجلس طوبا اخذت مقعد في شفاعمر اخذت مقعدين في علابون رحنا في رئاسة المجلس في جلجولي في عدة اماكن فكونت ازور الاعضاء والقوائم التابعة للحزب يعني اصدقائي ولا هال ففي هناك بعض قرى عندما عند دخول الى القرية تسمع بوشواش يكلي بالصوت شو الو جاي الداخل في بلدنا شو الو جاي على فلان اه يا عمي احنا هاي انتخابات هاي اراء مطروحة هاي فكر مطروح هاي توجهات مطروحة لليش هاي الشد شو الك روحة بلدك شو لا يا عمي لا ايما اليوم باعتقدك سيد ساوفريج فيه اهمية لخوض الاحزاب السياسية في الانتخابات السلطة المحلية انا برأي اهمية كبرى لكل شوف لكل شي في له حسنات وسيئات الحزب حسناته في وجوده في كورانا ومدننا العربية حسناته افضلياته اكثر من سيئاته ليش لانه الحزب بعطي عملية الحسم في الموضوع يعني انا جاي بخطاب سياسي على اريد بيئة خضراء في الطيبة اريد تربية وتعليم وهذا برنامجي واحد اثنين ثلاث اربعة يعني الانسان الناخب العربي بصير حاسب بناء على البرنامج السياسي مش بناء على شو بدك تعطيني وكديش حسط في العضوية وكديش حسط في النيابة بتعرف احنا اليوم عملية الروتاتسيا او التبادل في العضوية التناوب 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 هي شيء مخزي انا بستعمل كلمة صعبة لانه شيء مرفوض شو عملية التناوب انا عندي عضوية عندي عضو عندي منتخب لفئة لقائمة لتوجه ما اقعد ثاني ولا نوص ثاني وكل روح يعني رئيس المجلس في اليوم الخمس مرات اتلافات كل ما يدخل عضو يريد يعطي رزمة مرادة صحيح نضحك عبعض احنا يا عمي انت بستابق نتحدث عن الموضوع العضوية انه حتى الناس بتهمش موضوع العضوية فبيعطوا سنة لكل عضو شو ممكن الانسان يقدم الناس بتهمش لانه احنا المجلس المحلي بطلت قيمة للعضوية العضوية الها قيمة الكبرى يعني انا اطلع ونتابع المجالس والبلديات اليهودية مثلا ملف التربية والتعليم مع الفلان جزء من مباحثات ملف السكن مع عضو اخر ملف المواصلات مع عضو اخر ملف الرياضة مع عضو والعضو هو يعتبر زي تحت رئيس المجلس او البلدية في تصرفه يعني كل موضوع الرياضة في مسؤول له كل موضوع التربية والتعليم في مسؤول ولكن انا في الوسط العربي مع كل اسف وهذا موجود في اكثر من 90% من مجلس المحلي الرئيس شطب العضو كيف شطب العضو بدي اراضيه على المستوى الشخصي او اراضيه على المستوى اليك والدائرة المصغرة اليك شو بديك يا عمي بديك مشروع حان مشروع هنا خلص من دير بقى ان عليك اسكت لا يا عمي العضو له دور مهم يا زلمي عملية العصف الذهني في خلال جلسات المجالس المحلية هاي لها دور اجاب ومهم انت لم يتم انتخابك فقط من اجل رفع ايدك لا انت تم انت ممثل انت بتنكل هم انت جزء من معركة انت جزء من دائرة الانتخاب قرارات فاحنا لما نهمش نفسنا احنا بنخطئ في حق نفسنا وهذا شو يمكن يتواصل مع انه اختيار للكيادات وخاطئ احيانا بنختار اعضاء غير اكفاء احيانا بنشوف ايضا كوائم موسمية اعضاء اللي فشل العلاقة بالسياسي ولا عندي كفاءة ولا عندي قدرات وبرضو احنا بنختار هاي الناس بدون مهنية بدون شيء فكتير الناس اللي احنا حورناها وسألناها فتحول اليوم انجاز مرشح معين تنظيف الشوارع تنظيف الكمامة يعني صار حلم المواطن العربي ابسط ما يكون الاشياء اللي هي امور بديهية في كرة ومدن بتحترم نفسها صار عنا حلم هذا شيء بثير غضبي لما مرشح ما يساوي المواطن على حقوقه تعرف انت لما تساوي المواطن على حقوقه لما تزيح الكمامة من باب داره هاي حقوق اساسية مفروضة عليك مشيت معك ولا مشيتش معك لما انت تزفت وتعبد باب داري هاي شيء مفروض عليك انه الشارع تمزت تزفيته انت جاي بتساومني على حقوق بديهية يجب ان اخذها بدون اي ربط فهاي موجودة في وسطنا العربي بس انت عجبتني كلمة بعض واحيانا هاي مش في كل وسطنا العربي صحيح احنا دائما نعمل الخطأ ونظرنا نحكي عليه عبين ما نحطه في المصاري الصح ولكن هناك امور ايجابية هناك رؤساء السلطات محلية اللي فعلا رفعوا مستوى بلدهم لما تفوت على البلد بتشوفها بلد متطورة وبلد متقدمة ومزدهرة في هناك رؤساء ولكن مع كل اسف ما كانش هذا المحفز الكبيئ الاول في اختيارك للشخصية وانا بدي اخطار بدي اخر مثلا على سبيل المثال سخنين انا زورت سخنين كثير سخنين تم انقلبة راس عن عقب في فترة مازين غنين هل هف شفعله في استمراره لرئاسة البلدية شفعله 5% ليش لانه التركيب الحماعيلية وما تزعلش فلان وما حكي في فلان اقوى من كل مشروع ممكن تطور البلد هيك بنيتنا هيك بنيتنا احنا لازم نغير هذه الاتجاهات احنا بحاجة لضحر ان نرمي هاي الصفات السيئة اللي موجودة بناتنا حتى في بعض المكابلات يعني كان مرشحين في خلال برنامجنا طبعا وحاولا نصل تضوع لكثير امور فاحد الامور اللي لمسناها انه في كثير مرشحين او كثير رؤساء اللي امتنعوا من شك شوارع خوفا من انه ناس تزعل منه في ناس اللي ما كامت مشاريع خوفا من ناس تزعل منها شوف انت اتتركت لأهم موضوع واهم المهمين يعني اللي لازم المواطن العربي ينظر بس عليه اللي هو الحيز العام احنا الحيز العام محدود لانه هاي شي بتعرف انا بدي ابني بدي ازوك متر شان اكثر وذا رئيس المجلس بدي ازوك مني يا ويلو انا في عندي قطعة ارض بجنب بيتي للمشاريع العامة ولخدمة الجمهور حاطت عيني عليها هذا الشارع بده يشق مشان لانه كل عملية شق الشوارع هي رئت البلدان والقرى فعدم الحفاظ على الحيز العام بالذات في موضوع الاراضي والتشجير والشوارع هاي احد المشاكل اللي مجتمعنا رايح يدفع ثمنها بشكل مقيف لانه اذا بنشددش على الحيز العام احنا بعد عشر عشرين سنة بنصير شبه مخيمات كورانا اليوم ها بندبر عنا ولكن اذا الحالي استمرت والحيز العام والاموال الاماكن العام الاراضي التابعة للجمهور اللي مجهز للحضائق للمدارس للمسارح لكل هاي الامور اذا بنحفظش عليها كورانا ستصبح شبه مخيمات وفي بعض الكرة وصلت لهذه الدرجة وهذا نعم ده نتكر معك الموضوع تحدثنا عن موضوع العنف في الانتخابات والاسبوع القادم في عنا الجول الثاني في بعض الكرة واسمعنا على كثير بلدان الوصف الاتفاقية التناوب يعني توزيع ما يسمى بالكعكة سألي شو موقفك من ناحية توزيع هذا الشيء بين طرفين هذا الشيء ينعد فعلا تحايل على الديمقراطية وفي ناس تحكي انه يمنع العنف نوعا هذا صادق وهذا صادق ولكن في المجمل هو تحايل على الديمقراطية ولكن الديمقراطية ما أجت مشان تشبك الناس الديمقراطية ما أجتش تفرد نفسها الديمقراطية أجت تساعد المجتمع يكون متحضر ومرتب مع كل أسف في بعض كورونا مثلا خذ تم عملية اتفاق مشحد وفي علوس مثلا خلينا على البساط الأحمدي في كفرقنة كانت أعمال هناك مخزية بين العائلات وعمليات يعني حرق سياراته وطواشه وحالات منه هناك ادعاات بيكون لو ما أعملناش عملية التوافق كان البلد دقت في بعضها ممكن صح ولكن نحن مجتمع متحضر نحن نعيش في أجواء ديمقراطية وبننا نمرسها بناش نفرد عليها قوة الحمول وقوة البلطج وقوة السيف لا بمشيش في هناك أماكن أخرى إلا عملية الوفاق تمت بالطرادة والتفاهم ولكن أن تكون التفكير من خلف عملية الاتفاق بين مرشحين هي قسمة الكعكة هذا شيء مشين شيء بضف الناش هيبة ومكانة يا عمي أنا مشان أخذ حقي في بلدي يجب أن أتبع لحمول كبيرة وإذا أنا مشتابع لحمول كبيرة روحت علي طب في بلد ما لما اثنين ترشحوا لجولة متقدمة هناك مرشحين خسروا اللي خسروا من حمائل أخرى ومن حمائل صغيرة أو شباب تحلم بالتغيير عندها توجه عندها ك توجه حلم ما طلعت برية الكعكة ما بصرش هي مش ديمقراطية فبالتالي هذا الموضوع ممكن يشدد موضوع الصفقات يعني ممكن يزيد من الصفقات الصفقات موجودة سواء أن صارت جولة ثانية أو جولة أولى الصفقات شيء طبيعي شيء موجود في كل حلب السياسية عرب يهود أجانب أينما كنت ولكن أنا أريد الصفقة أن يكون التوجه مصلحة المصلحة العامة فيها أنا أريد صفقة ماشي كل إنسان بفكر في نفسه كل إنسان بحلم في أمور إليك ماشي خدها ولكن ممنوع تكون على حساب الصالح العام ممنوع تكون على حساب الصالح العام أنت هذا لا يدوم كله ينكشف كله ينكشف أنت ماشي بهذه الطريق في عندك طرف آخر بفكر بطريق أخرى يجب علينا أن نتكبر الآخر أنا كنت في شفا عمر بركة لعرسان ياسين وجلست مع صديق ناهد خازم اللي كان اللي هو الند لعرسان ياسين يعني كديش سعدت لما شفت سمعت ناهد كيف بتكلم كيف تقبله للأمور كيف شرحه للأمور بشكل حضاري بشكل بشكل يعني برفع الراس يليك من الشفا عمرية هاي شهادة شرف أنا يجب أنا أقولها كنت هناك وشهدت بأم عين كيف ناهد تصرف وكيف إرسان تصرف كل الاحترام وهيك يجب أن نكون في هاي انتخابات الناس قررت منحة ثقة لشخص ما كلفتوا بمسؤولية إدارة البلد نعم هيك الدنيا إذا إحنا كابناء أقلية في الدولة بنطلب إنه تقبل الآخر وهي الأساس في حياتنا وفي مبادئنا هذه الأمور يجب أن نطبقها في مجتمعنا الصغير نعم من خلال عملك البرماني سيد عزاو فرجو تناشط جدا طبعا وتزور كتير كرة ومدن عربية لأي مدى التعاون البرلماني مع السلطات المحلية قد يصبق مصلحة البلد وهل الروأساء مدركون لهذه الشوهيقة البرلمان هو عمليا الفرن اللي بصنع فيه القرار ويتوزع فيه الميزانية كله موجود فيه مصاري كفاية للكل وكله موجود المهني انتبه الرجل المهني الرئيس المجلس المهني اللي بكون حوالي مهنيين جيدين هذا ناجح الرئيس لوحده لا يستطيع انا احكم على رئيس بلد ما بناء على الحلقة التي تدور حوله اذا بكون عنده مستشارين اكفاء يعرفون ماذا يريدون بقدر يدخل كل مكتب ويحصل على ميزانيات لم يحلم بها المهنية يجب انها تكون اولا مش المخترة مش ارض فلان وارد فلان لا انت حسب مؤهلتك هل لمست هذا الشيء في بعض الكرة ومدن عربية فاهمين لهذه الأمور ومياخدينها كأساس لهذه وهذه الأمور واضحة انه في كثير ميزانيات بتروح للوسط العربي ولدور الرئيس في كم كبير في اتخاذ هذه القرارات انا لمستها مش الوقت انها اذكرها بس انا اذكرها قرية المزرعة هناك تم انتخاب رئيس فؤاد عوض ابو العبد هاي دورة ثانية ابو العبد لما استلم المزرعة شفته انا كنت لما شوفه فؤاد عوض بلد صغير المزرعة 4000 لسمي كنت لما شوفه الاول وهلي بيشتغل في الكنيسة هذا كل يوم اثنين وثلاثة من كل اسبوع اشوف وين كاعد في زاوية في الكنيسة كاعد في مطعم الكنيسة واقف مع موظف يعني زي كل محل اسأله تشتغل في الكنيسة انت قال لي ابو كمان انا بدي ميزانيات بتعرف على كل شخص مرة الايام انا شفت كيف بيشتغل ويدخل على اللجان ويحكي هيك يحكي في كل محل مرة الايام انا توقعت ان المزرعة تكون ورشة عمل فعلا اخر سنة ونص المزرعة ورشة عمل لما رخت على المزرعة وشفت المزرعة بصدقتش ورشة عمل اليوم السيد ساوي فرج حكيت عن موضوع المخترة فعلا بشان نتخلص احنا موضوع المخترة كيف اليوم ممكن نخلال عملك ممكن نبني اليوم كيادات شابة بحاجة لشجاعة انا وانت ممكن نبني السؤال اذا الشاب بده لانه كل تغيير بده شجاعة والشجاعة هاي هي اللي بتفصل بين الرجل الناجح والرجل الغير ناجح لانه انا وياك بنشوف السيء انا وياك بنشوف السيء انه عنده جراءة ينتقد السيء من يمتلك الجراءة انه ينتقد السيء يصبح قائد بيخافش ممكن واحد مننا يخاف ما له ما له اقعد انتقد فيه ويقعد يسمعني في كلام هذا بجوز ينتمي الى في زعرني عنده او شغلات من هالنوع من يمتلك الشجاعة يمتلك القيادي فيش قيادي بدون شجاعة نعم وكل دائما من طريق سابق انت مشان تخترق طريق الحمول في بلد ما بدي يكون عندك شجاعة لا يكفي اننا نمتلك شهادات جامعية بالميات لا بتطلع على في بعض الكرة عندنا فيها مئات مئات من الضكاطرة ومئات من المحامين يعني انت بتطلع على على المعطيات سيبك ذهول لكل كذا مواطن في دكتور طب هذه الأمور إذا لم تترجم في الصالح العام أنا بديش ياك انت حتى على المستوى الإنسان المقدر الغني إذا بيسهمش في مجتمعه غناء شو بفيدك إذا المجتمع استفاد من غناء انت بتقول له الله يعطيك الله يعطيك لأن إيش المجتمع مستفاد من مستفاد منك فعهذا الأساس يجب أن يكون دور لكل واحد واحد المثقف الطبيب المحام المهندس ومعلم المدرس اللي بعلم انت ما تبيعني تنظير أكاديمي بيعني عمل وتنفيذ وموقف لأن أنا بحاسبك على موقفك ما بحاسبك على شهادتك نفس الشيء المقتدر إذا انت المجتمع ما استفادش من فروتك من مكانتك شو دورك نعم شو دورك كيف ننتقدم كل واحد له دور يجب أن الأمور الضوابية والسودوية التي تحدثنا عنها لمست في الانتخابات الأخيرة بعض نقاط الضوء شوف نقاط الضوء موجودة في بعض كرة بعض مدن فعلا في نقاط الضوء يعني أنا بخلينا أقولها بصراحة ولكن نطمح أنه نتغير بشكل أسرع لأنه كل الإمكانيات حولينا متاحة للتغيير عنا خامات ثقافية تعليمية مهنية رهيبة أنا ندائي خذوا دوركم بالمجتمع خذوا دوركم بالمجتمع من حيث مشاركة النساء يعني بيتك هذا كان تقدم الحوظ بهذا الموضوع التقدم لا وهذا لا يعتمد على الرجل شوف كل مجتمع فيه رجال ونساء حتى المجتمعات المتقدمة النساء مظلومة فيها مع كل بالأسف احنا مجتمعنا العربي ذا الوقيت المجتمعات انت ذكر وانا ذكر فيه انثى ان القوة ذكورية عنا انا ما بعطي القوة اللي امتلكها كرجل لا امرأة لازم هي تنتزحها ان لم تشأ الامرأة انها تفرب نفسها ما حدا بحطي انت انت كولي بدي هل كل شيء يبدأ من الطرف اللي بده ياخذ ما حدا بعطي حدا اطلب اطلب بتاخذ ودقيقة واحدة السيد عساو فريج تلخيص او توجهك للمدن راح كون فيها جولة ثانية وايضا لجميع المواطنين في المدن والكره عربية شوف توجه اننا نتعلم مما حصل في الجولة الاولى عملية العنف والأعمال للشغب المخزي المرفوضة يجب انها تكون درس وضوء احمر اننا فيه هنا دور للقيادة العربية فيه دور للجنة المتابعة فيه دور لكل من يدعي القيادي يجب انه يكون في الدورة الثانية غرفة عمليات مكونة من قياديين موجودين في غرفة العمليات هاي انه يتحركوا لكل عملية عنف بتصير في بلد روحوا وانا مستعد اكون واحد من هاي الناس لاني انا قبل كل شيء بدي الامان الشخصي والامان الشخصي اللي بطلب لنفسي بطلب لابنك وبطلب لكل شخص بدون امان شخصي لا طعم لحياتنا نعم سيدة ساو خرج شكرا جزيلا لحضورك بيعطيك الفعافية شكرا جزيلا بعد زي المشاهدين واشهدات نأتي لختم هذا برنامج برنامجنا ننتخب رئيسا لبلدنا ادارة وطاقم تلفزيون قناة هلأ تمنون لمدننا وقراننا والبد المختلطة ولجميع المواطنين مستقبلا افضل وحياة هادئة حافلة بروقي والازدهار نشكر لكم حسن المتابعة تحياتي لكم وتمنياتي لكم بكل المحبة والخير والطيبات إلى اللقاء